بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الـ Explicit and Implicit موضوع جدا بسيط وسهل تعالي نتعرف عليهم في البداية بدأ عرفتوا كله باستخدام اقرأت تمبلت كله وهي شرحناها في المحاضرة السابقة اول كلم بتعطي اوتو والكلم الثاني بتعطي مثلا 150 بيكسل في هاي الحالة انت قاعد بتعمل Explicit يعني تصريح انت قاعد تحكي انو في عندي تو كلم بتصرح انو انت في عندك تو كلم لو انتقن للرو بنفس الفكرة حكيت له قريد تمليترو عرفت ثلاثة رو على سبيل المثال حكيتها 100 150 200 ممتاز برضو هاي تعتبر Explicit يعني في عندنا ثيري ايش يعني ثيري نظرية في عندنا نظرية Explicit فكرتها لما انت تعرف او مش تعرف لما انت تتسرت تحكي مثلا في عندك تو كلم في عندك ثيري رو وهكذا طيب ايش فكرة الملسط فكرة الملسط فكرتها جدا بسيطة اكيد انتبهت انو رقم سبعة نزل على سطر جديد طيب هون السؤال ليش نزل على سطر جديد نفكرنا فيها بشكل منطقي فتح حكي بس تو كلم يعني ما بزبط ينشع كلم ثالث وحكي في عندك ثلاثة رو طيب رقم سبعة ويبدي يروح هنا بتيجي فكرة الامبليست الامبليست بكل بساطة هو الاشي الضمني يعني بيحكي لك رقم سبعة وهو الطفل انه مش قلنا الايتمز او التشيلدرين ومنفس الاشي هدول اطفال الطفل اللي ما بيلاقي لحال ومكان بنحكي عنه امبليست اللي هو بيصير تلقائيا يتضمن او تضمين يعني تلقائيا نزل سطر لحال طب انا هستفهمت انه الامبليست هي الاشيال انا بصرحها مثلا بحكي خمسة كولوم ثلاثة كولوم ثري رو وهكذا والامبليست هو الايتم او التشيلدرين اثنين نفس المعنى اللي ما بيكون لهم مكان بيصير لهم تضمين طب شو الفايدة بنحكيها في كله الفايدة القوية رح تعرفها ان شاء الله في المحاضرات القادمة لانه في بعض الخصائص لو طبقتها على بعض الايتم او خلني حكي تشيلدرين ما بتلاقي الها وظيفة معين او ما بتشتغل والسبب لانها بتكون ببنية باستخدام الامبليست يعني معنى كلامك ان الخصائص بتلقسم لنوعين في نوع اكسي بليست وفي نوع امبليست احكيلك اه في بعض الخصائص لو طبقتها حتشتغل بس على الاكسي بليست خلال الدورة وهلتعرف على هدول الخصائص اهم اشي انك تكون فهمة المفهوم اتمنى كاتل فكرة واضحة بسيطة ومشوفكم ان شاء الله في المحاضرات القادمة ويعطيكم العافية ا injuredهم ا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ام رسل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر